بطلنا نحب زيادة وبطلناش احساس هذه هي موزيكتنا في غاديو ميدو وتحديدا في موجة أصباح العشرة والتسعة واربعين دقيقة مرحبا بكم مستمعين وقيد أسمع وفلت باش نحكيه على النجمة السميرة سعيد اللي قدمت اعتذار من شكون؟ من شكون؟ من الرجال قدمت لهم اعتذاري قبل ما تقدم غنيتها المثيرة للجدل اسمها سوبرمان الغنية في اليوم الثاني لفعاليات مهرجين ومؤتمر الموسيقى العربية أكدت أنه كلمات الغنية ترصد أسوأ ما في تجربة الزواج وعلى الظفة الأخرى أكدت زاد دعمها للمرأة تقديم غنية ما حصلش حاجة عرفتها؟ وقدي نهون وقدي نسبته ما حصلش حاجة لا تسحك اعتذرت لا تسحك اعتذرت لحقتها ربي علقت على غنية سوبرمان قالت الأغنية تمثل أسوأ ما في الجواز والرجال الحاضرين مش عايزيكم تزعلوا مني ووقت اللي قدمت غنيتها الشهيرة ما حصلش حاجة قالت أنه هالغنية دي تعبر على السيدات وقدرتهم على أنهم يعملوا أي حاجة في الدنيا دي قالت الست لازم تقعد قوية وحرة مهما يصير وبيه زاد الاعتذار من شيء هم الكبار ساميرا سعيد اليوم هاو اعتذرت معنا بحاجة بيه حاجة بيه انه تعتذر راي مش ناس كل ثقافة الاعتذار راي بالحق ثقافة الاعتذار قاعديني تفرجوا في الغنية هكو عاملية اي ها كنا تفرجوا ما تفرجوا ما هكو عد ديوها حين راتوا عين مراتش ماش شو مدخلها يا جاني في ديوها روبي هذي كاي سوما اي بعدك مش متصنف مصيبة محليها لغناء مقبول اعتذار مقبول يلا نتعدي وللنجمة ميرفت امين والتي تحذت الاول مرة على شعورها بعد رحيل اعز صديقة لها واللي هي المرحومة دليل عبدالعزيز اكدت انها تحس انه دليل ورجلها سمير غانم عايشين معاها في الدار وقالت للدينة ودنيا وامي كما صغارها قالت انها هي معناها قاعدة تصور في مسلسل اخير حكايتي مع الزمن اللي يعرض حاليا معناها بعد انتهاء فترة الحداد على دليل عبدالعزيز قالت زيدة خلال لقاءة في برنيمج The Insider بالعربي دليل عبدالعزيز وسمير غانم وحشوني جدا ديما نكلم فيهم نحسهم ديما معايا موجودين معايا مش عارفة لي قاعد يصير لي هذا نرمال وإلا لي لكن ديما هما معايا على طول تحط زيدة على علاقتها حاليا بدنيا سمير غانم وامي زيدة قالت هما بالنسبة لي ابنتي ديما يقولوا لي يا مامتي مش يطنت ونمشي لهم ويجيوني ونقضوا مبعادنا ربي يصبرهم ويقاوي يقول جورج وصوف أصعب فرق فرق الحبيب والله العظيم ناس تحبهم ناس مستنسبيهم موجودين في حياتك فشأة ما تلقاهم مش يعني مش كون حاجة صعيبة ترحموا عليهم مرة أخرى كاو ولا ولا الله يرحم اسمعوا فلت مش حكيوا على الفنينة أنوشكا عندنا ايوه ما سمعتش بيها معني عندي قضايش غايب عليا معنيها ما لريدها لا سمعت بيها تعرضت تعرضت لواقعة اعتداء من أحد جيرانها في نتوسكن هي الاعتداء كان بالسب والقذف والحكاية تبشر فيها جهات التحقيق وتحقيقات موسعة في إنها قالت اللي هي تضرت طلبت نيابة من ضباط المباحث في سرعة التحريات حول الواقعة وفهمت شهود عيين سمعوهم زيدا وحرّت أنوشكا محضر في قسم أكتوبر تتهم فيه واحد من جيرانها هي في كومباوند ساكنية تسكن بتعادي عليها بالسب وقت اللي هي عاتبته هي شنية اللي حكيها المشكلة ريت قبل فلح وم كي يتعاركوا مثلا زوز صغار لا زو صغار يتعاركوا هم بعض يتصالحوا يبدوا يكلوا في الحلوة والزوز نسية يبدوا هذي تقول واذي تراجع بالضبط كلب أنوشكا وكلب الجارة تعاركوا سبب العاركة للكلب اي تعاركوا ياخي الأخرين وهذا ولا يسبوا والاخر يسبوا ببراما كلب اللي الجارة أعطاها كف الكلب أنوشكا في وجهه اي أنوشكا تقلقت اي ياخي قاتلوا كيفاش كلبيك الكف من كلبك ياخي قال أولا كان كلبيك ليه كف من كلبك وعاركة وقضاء وكليت بعض أولا كليب نحلف عليه مرة وكل وعدة وكتحت شجرة مجتمعاتنا الشرقية والله كيف كيف رات شبه لبعضها بالحق والله ساعات أنا أقول ثم حاجات تصير كين في تونس ما تطلع ليه برتو وتطلع ما تصيرش كين في تونس هو لما حالق شو مخرجوا مهم الكليب هو وش نحكي لكم أين حاجة قريبة شوية لذي أما جنو أين بحرارة الروح معناه قطوصة خربشة وجه الكلب متاع كلوها قاعدت ندوروا لوج في مولة القطوصة باش تعاركوا مش باش نعاركوا تقولوا لما علينا قطوصة ما نعاركوش ما فماش عليك نعارك فيها هكي كانوا أنوش كنفس التفكير اي اي اوكي عاتبو باش كعاتبو تقول له وراه وهكا ما عندك قطوصة كعنيفة نجم الضر اي المشكلة وين هذي اي المشكلة وين مك تعاتبو هي كخربشة رامون ووه صيبت رامون وهربتين تجري ورايا قطوصة بي موسيلم يسر رماني بدرجة انه ما تعطيش تثيقة في قطوصة اي بلنصور اي اي اتخذر اي اتخذر اي اتخذر اي اي اتخذر اي هاوكا كيما كلب انوش كا تغدر وولد قضية اي قضية المحاكمون اي بقلك تدخلت والمباحث والتحريات وين نحكي فيها سمع وفلت من تونس نحكي على كلب انوش كا فيما اسمع وفلت في نتيذة اخبارنا اليوم في اسمع وفلت سينو احنا هنكمل معكم بالموزيكا صديقتك عاد علي روبي روبي يلاي